السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم من شباب عملين ايه اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال وقتم صحة عجبني اللي بيحصل ما بين ريال مادريد وبرشلونة ان الاتنين بيتنحروا كده على الصدارة وكل واحد بيقدم لنا طبق دسم جدا كراويا فوقف برشلونة او في ريال مادريد ريال مادريد اللي في انشلوتي استغل اهم اسلحة اتلتكو مادريد ضده عشان يقدر يفوز عليه سواء في بداية المباراة او حتى ان هو ينهي المباراة ويقتلها برضو بنفس اسلحة اتلتكو مادريد ونفس الاستغلال اما بالنسبة لبرشلونة فاتشافي تقريبا في رأيي نزل بافضل تشكيلة واللي ممكن يكون فيها تغييرات بسيطة بس عايزين نشوفها زي رافينيا مكان دبيبيلي واعتقد ان دي ممكن تبقى التشكيلة الرسمية بالنسبة لفريق برشلونة في باقي المباريات على مدار الموسم فالله دوس لايك للفيديو اشتراك في القناة وتعالوا نتكلم عن ريال مادريد وبرشلونة طبيعا ان فيه ديربي ما بين اتلتكو مادريد وريال مادريد يبقى فيه حساسية كبيرة ونشوف لعب بدني في البداية خصوصا ان انت بتلعب مع فريق متمرس في الموضوع ده وهو اتلتكو مادريد لكن اللي عجبني الافكار اللي كان بدي بها كل مدير فني الافكار اللي تغلبت لكل مدير فني فترة ولكن العرف يستغل افكاره كويس جدا ويستغل لأسلحة الخصم ضده هو اللي قدر يفوز في النهاية وهو كارلو انشلوتي في البداية بنبص على سيميوني وافكاره ازاي بدأ المباراة اول حاجة ان انا حضغت ضغط عالي على فريق ريال مادريد وده حيخليهم ما يضروش يبنوا اللعب من تحته وبالتالي الجوا الى الكرات الطويلة الكرات الطويلة لطبيعي الالتحامات والاندفاع البدني حيكون في صالحي فبالتالي حقدر اخذ الكرة تاني وبالتالي اقدر استمر في الهجمة بتاعتي وده الفكر كان الاساسي بالنسبة لاتلتكو مادريد الحركة او الحاجة التانية اللي كان عاملها سيميوني ان انا لما حبتدي ابني من الخلف تلاقي دايما عندي يانيك كراسكو واقف مع اخر واحد في الدفاع وفتح للملعب واول ما نخش نص ملعب ريال مادريد تلاقي على طول الناحية التانية رورينتي عمل نفس الحكاية وبيعيه على التنين على خط واحد مع خروج كل من جريزمان وبعد منه جواو فليكس من داخل منطقة الجزاء عشان نقدر ان احنا نعمل زيادة عددية على خط النص ونقدر ان احنا نبني اللعب ونقدر ان احنا نصنع اللعب من تحت او اني لو سحبت اي حد معايا من دفاع ريال مادريد وخرج معايا على طول مباشرة انتلاقي ان بيهاجم المساحة دي سواء كان كراسكو سواء كان جواو فليكس او لورينتي والكرة دي اتعملت اكتر من مرة وفي مرة ادر فيها يانيك كراسكو ان هو يهاجم فعلا المساحة دي وياخده الكرة ولكن طالق كورتغا منعه من انه يسجل الهدف الاول عشان كده كنت بتشوف ان السيطرة في التلت ساعة الاولنية بالنسبة لفريق اتليتكو مادريد لكن الناحية التانية برضو ريال مادريد لأول مرة انا بشوفه بيضغط وان كان مت بلوكه من خط النص او من دائرة السنتر بيضغط على لاعبي اتليتكو مادريد ويحاول ان هو يقرب الخطوط وما يخلقش اي مساحة لفريق اتليتكو مادريد لكن مع الرؤية دي على طول مباشرة بالله انشلوتي ادى على طول تعليمات لكرفخال يا معلم ارجع مع يانيك كراسكو اللي هما بيطلعوا عليه دايما بالكرات الطويلة اللي ممكن تتلعب له او حتى بانهم يحاولوا انهم يخلقوا مساحة هنا فيبقى فيه واحد على واحد مبين يانيك كراسكو مبين كرفخال يقدر فيها كراسكو انه هو يعدي ويسجل الخطورة بالنسبة لقاتلتكو مادريد ما تتقدمش تماما وعشان كده انت ما بتشوفش كرفخال في الشرط الاول بيتقدم تماما او بتشوفه في الدور الهجومي بعد كده بقى تعالوا ارجعوا الورق رص وعمنا مودريتي تبقوا مع الدفاع وتحاولوا ان انتم تمشوا الكورة ما بينكم عشان تجروا دفاع او هجوم قاتلتكو مادريد ان هو يضغط عليكم فبالتالي تتخلق المساحة المساحة اللي دايما كانت بتبقى لان بطبيعة الحال المهاجم اللي قدامه او الطرف اللي قدامه جريزمان بيضغط في العمق فبالتالي ما فيش اي حد مع مينتي ولو تقدم لورنتي عشان يقابله هيبقى في نيسيس جونيور في ظهره فاضي تماما فيبقى الموضوع ان احنا بنحاول ندور الكورة ما بيننا لما نلاقي مساحة على اطراف سواء عند فالفيردي لان كده كده كرفخال متراجع فبالتالي انت معندكش الا فالفيردي في الناحية ان انت تطلع عليه او مندي وابتدي ألعب لقدامه وانتو مع دفاع موجود على خط واحد زي دفاع قتلتكم مادريد تلاقي نفسك دربتكم بالسلامة يا معلم انت وينقب لك وشوف بقى هتعمل ايه الجونين جوب نفس الطريقة ان انا ألعب على فالفيردي الكورة في اول جون وبالتالي اول ما يبقى فيه زحمة وفيه تكالب على فالفيردي وفيه اوبرلود في الحتة دي اقع هرم الكورة الناحية التانية على طول مندي مندي اللي قدر ان هو يتقدم لقدامه ويدي الكورة لرودريجو عشان يلعب وانتو ما بينه ما بين شواميني وتشيب باص ولا اروع من شواميني يحط رودريجو في مواجهة قبلة واللي خده على طول فيرستايم عشان يحطها في المرمى وتصبح النتيجة واحد سفر من بعدها ابتدينا ان احنا نشوف لا كده الريال ابتدى يسبت رجليه على الارض وابتدى يعمل نفس الاسلوب ده مع اتلتكو مادريد استمر نفس الاسلوب ان انا بسحب هجوم قتلتكو مادريد علي ان هم يضغطوا علي وانا احاول ادور الكورة ما بين المدافعين ما بين حرس المرمى والارباع الوراء ومعاهم اتنين من خط النص فبالتالي يبقى فيه زحمة هنا وجيلي اكبر عدد ممكن من قتلتكو مادريد اللي بيضغط بشكل جنوني بشكل غير عادي فبالتالي تتخلق المساحات في الظهر فالعب الكورة الميندي اللي يأخدها ويطلع له قدامه بعد كده لكوروس وانتو ما بين فينيسيس وكوروس وهب يا معلم فينيسيس بسرعته يجري على المرمى ويحط الكورة في العرضة ولكن الناحية الثانية الراجل المجتهد جدا اللي بيلعب في غير مركزه اللي قادر انه هو يؤدي اداء جيد جدا وممتاز جدا حتى في مركز الجناح اليمين بيلفردي بيكمل الكورة في المرمى وتصبح النتيجة اتنين سف نسير المطش بالنسبة لنا وخلاص كده يا جدعان احنا مش مطالبين بان احنا نهاجم اكتر مش مطالب ان انت تعمل سكور ولكن انت مطالب ان انت تستغل اخطاء الخرص وكان واضح كده من الشوت الاول ان اتلتكو مدريد لو استمر على نفس هذا الاسلوب ونفس هذا النهك مش هيقدر يسجل اي اهداف الا من اخطاء فردية من لعبي ريال مدريد نفسهم او ممكن من الكورات السبتة اللي تجيلهم حوالي منطقة الجزاء ان هم يقدروا يصنعوا منها حاجة فبالتالي كان المطلوب من ريال مدريد الشوت الثاني ان انا امس الكورة فقط لا غير احاول ان احرم اللعبة دي من الكورة اكبر وقت ممكن او حتى لما اديهم الكورة ابقانا تمام واقف ومنظم نفسي دفاعيا كويس جدا فبالتالي ما يلاقوش اي فرصة ان هم يعملوا اي تهديد بالنسبة لي بالنسبة لي سميوني كان المفترض ان هو يغير من تكتيكو شوية وكل اللي غيره سميوني ان هو بس خلت يقول للراجل اللي كان بيضغط في العمق ان هو بقى قدام لورنتي فبالتالي بيضغط على مندي فبالتالي ما كانش قادر ريال مدريد ان هو في بداية الشوت الثاني ان هو يطلع بنفس الاسلوب اللي كان بيعمله في الشوت الاول ويخلق المساحة لمندي عشان يقدر من خلالها يبتدي يتحرك لكن اتعامل معها برضو الناحية التانية ان شلدت بانه رمالك رودريجو مع فينيسيوس فبقى فيه ثلاثة على الخط هنا متواجدين مندي رودريجو وفينيسيوس فبالتالي برضو اتخلقت المساحة ان فيه زيادة عددية معمولة هنا ابتدى الناحية التانية سميوني ان هو يحاول يعمل تغييرات هجومية نزل تغييراته اللي هي مركز بمركز ما اعرفش ليه بس يعني انت حاول ان انت تغير في التشكيل تغير في اسلوب اللعب عشان تخلق حاجة لكن بنفس طريقة اللعب كان واضح جدا ان ريال مدريد هو المتحكم في الشوط الثاني وفي المباراة وقدر ان هو يتفوق على اتلتكو مدريد لحد الثانية 82 لما جاد غلطة كورتوا وغلطت الشاطر بالف لما طلع فروكنية غلط وقدر ساعتها هرموزه ان هو يحط الكورة بكدفه وهنا بقى على طول التعليمات ان انت استغل نفس الوضع اللي بيعمله اتلتكو مدريد اتلتكو مدريد هو فريق بدني وفريق مندفع بدنيا فبالتالي استغل دي ان هي تكون سلاح ضده مع ان فيه طبعا يعني كهرباء ما بين الفرقتين فيه شحن ما بين الفرقتين فشوفنا الفاول كرفقال من الناس المستفزة في ريال مدريد والممكن يستفزك في اي وقت حتى لو انت ما بنكونش اي حاجة فبالتالي حتة فاول بسيط نلاقي هرموزه على طول بيجري عليه يا حبيبي انت محتاج الوقت اللي قدامك ان انت تروح على مرمى ريال مدريد مش تتخانق فيه فبالتالي من هنا نبتدي بقى نستغل الوضع ده نستغل الوضع ده ان انا اخش في الاتحامات معك دايما احاول ان انا كلاعب ريال مدريد ان انا اللي مضروب ان انا اللي اوقع علي الفاول فبالتالي بابسط الكرات بتلاقيني ابسط واقعة باخد فاول على طول قصد الحكم ده حتى الطرد اللي خده هرموزه هي ما تستحق طرد هي فاول ولكن لا تستحق الانزار الثاني والفار بالتأكيد مش هيتدخل في موضوع ده لان الفار لا يتدخل في الانزارات الصفراء هو الانزار الثاني لاصبر لهرموزه ومش طرد مباشر عشان يتدخلوا فيه وانلاقي ابريان مدريد في كل احتكاك هب اقع يا معلم واخد فاول اه انا معاك ان الحكم كان اقل من المطش بكتير وان الحكم كان ممكن يطلع كرود كتير اكتر من كده سواء هنا او هنا وخصوصا لاتليتكو مدريد من بداية المباراة لكن الحكم عدى حاجات كتير وقدر انشلوته في النهاية ان هو يستغل سلاح الضغط العالي بتاع اتليتكو مدريد ضدهم بان هو يدور الكورة وبعد كده يخلق المساحة اللي من خلال هيجيب الاهداف وايضا يستغل الاندفاع البدني في نهاية المباراة ان هو يضيع الوقت به في كل التحام بالنسبة للاعبي ريال مدريد في النهاية الف مبروك لجماهي ريال مدريد وهرض لك للأكلتين ان انت يكون عندك مهاجم متميز زي ليفاندوفيسكي قادر ان هو يتمركز بشكل امتيازي داخل منطقة الجزاء وقادر ان هو ينهيلك الفرص اللي بتجيله ده كويس جدا بالنسبة للفريق كبرشلونة وبالنسبة للمدرب كاتشافي ليه مفيد للفرقة وليه مفيد للمدرب مفيد للفرقة عشان تقدر ان انت تنهي مباراتك سريعا سريعا خصوصا المباريات اللي بتكون قصاد فرق انت ليك الكفة العليا او اليد العليا فيها فما اقعدش ان انا تحت الضغط فترة كبيرة واحتاج ان انا او ادور على حلول تقدر تخلص لي المباراة دي ما انا عندي الحل متواجد داخل منطقة الجزاء متمثلة في الفاندوفيسكي وده بيجعل الفريق ككل والتيم قادر ان هو يصنع فرصة والتانية وعنده الحماسة ان هو يصنع فرصة والتانية لانهم معتقدين ومعتمدين على ان فيه هدف كبير قادر ان هو يخلص الكرات دي كلها وهو هدف الدوري الاسباني لفاندوفيسكي اما بالنسبة للمدرب فده شيء جيد جدا عشان يقدر المدرب من خلاله يبتدي يدور على تبديلاته بعد ما يضمن المباراة التبديلات والبدلاء اللي هو بيدور عليهم ان هم يلعبوا فترة من الفترات عشان يقف على مستواهم او انه يشوف هو مدى احتياجه بالنسبة لهم ومدى قدرة تشربهم ليه الوصفة وللمنظومة وللشكل اللي هو بيلعب بيه لانه هو عارف على مستوى الموسم ككل والمستحم بالمبارايات هيحتاجهم غصبا عنه ولما تيجي تبص للتغييرات دي فتقول لا التغييرات اللي حصلت في مباراة التشي على مستوى التشكيل اللي دخل بيه برشلونة هو افضل بكتير من اللي حصل في مباراة قادش فلما تيجي تقارن ما بين الاتنين انت قدرت تتخلص المباراة بدري بدري بل ان انت لما تدخل عنصر او عنصرين على منظومة ككل بالتالي ده مش هيخل بالمنظومة وحتلاقي ان المنظومة قادرة ان هي تقدي بمستوى عالي بل ان العنصر اللي انت اتقلته اللي هو متمثل في دي باي بالتالي هيترفع مستوى مع ارتفاع هذه المنظومة لان نظرته للي حواليه شايفهم ان كلهم بيقدوا وهو عايز يبقى في نفس الليبل وعلى نفس المستوى ويحاول ان هو يمسك في الفرصة دي الا لو كان مستوى هو سيء في الاساس فبالتالي مش هتختلف معاه او هيخلف معاه المستوى مهما كانت المنظومة اللي بيلعب بيها لكن لما تيجي تدخلي كل البودلة اللي عندك واللي مستواهم بالتأكيد انت شايف ان هو اقلب كتير من الفئة الاساسية اللي انت بتلعب عندها يحصل عندك ما حصل في مباراة قادش وبالتالي تحتاج ان انت تنزل اسلحتك الاساسية عشان تقدر ان انت تحرز الاهداف وتنهي المباراة المباراة اللي قدر فيها دي باي ان هو يسجلك الهدف التاني ويصنع الهدف التالت بالنسبة للي باندو بيسكي لان دي باي الراجل عنده ما يقدر يديه لبرشلونة عنده التزديدات القوية عنده الاختراقات الكويسة وعنده المهارة وعنده بعض التمركزات الجيدة مشكلة دي باي كانت هي الاعتماد الاول والاخير على دي باي الموضوع ده حصل مع دي باي مرتين مرة لما انتقل من اندهوبين على طول لمنشستر رونيتد وشوفنا ان هو بياخد الرقم سبعة وبيتم الاعتماد عليه كأنه هو بقى النجم الاوحد بالنسبة لفريق منشستر رونيتد وساعتها ما قدرش يتحمل هذا الضغط دي باي بل ان شوفنا ان اقل غلطة بالنسبة للعب ده بتبتدي ان انت تتكلم عليه هو ازاي ده النجم الاول بالنسبة للفريق لكنه في منظومة جيدة جدا يقدر ينجح زي ما حصل معه في مباراة برشلونة وصاد الشي والموسم اللي فات حتى لما ابتدى يعتمد عليه برشلونة كأنه هو النجم الاوحد بالنسبة لفريق برشلونة كنا شايفين ان هو مش قادر يقدي هذا الدور بل انه مش قادر يتحمل هذا الضغط وبالتأكيد دي باي مش من نوعية اللعيبة اللي هما يتحملوا هذا الضغط في فريق كبير هو يكون احد النجوم في الفريق ولكن لا يكون هو نجم الشباك في الفريق اما لو تيجي تبص التغيرات ولسه برضو لازم ارجعلك لمباراة قادش فهتلاقي ان التغيرات دي قدتك ان انت تحتاج ان انت تنزل الفاندوفيسكي وتنزل دي باي وتنزل كل الاسلحة الاساسية عندك عشان تخلص من المباراة اللي كانت مع قربة بالنسبة لك المباراة اللي كانت مع قربة بالنسبة لك اصبحت مباراة سهلة وصاد التي على الرغم من اني تكافؤ انا شايفو ما بين قادش وما بين التي في الميزان وفي ميزان القوة وده راجع بسبب المنظومة ومنظومة خط النص تحديدا منظومة خط النص اللي لو جيت بسط لها في المباراة دي هتلاقي ان هي افضل من منظومة اللي كنت بتلعب بيها قبل كده يعمن على عيني وراسي بوسكتس اللي بتلعب بي وان الراجل بيؤدي الى برشلونة وان هو قاطع كرات وكوير في نفس الوقت بيقدر ينقلك الهجمة لكن السن اللي هو احكامه وبوسكتس بطيء مع تواجد اتنين لعبة صغيرين او صراع وجمال جدا وبيقدوا سواء بدري او جافي وبيقدروا ان هما يرجعوا معك حتى دفاعيا ان هما يقدوا واجبهم الدفاعي لكن كنت بحس ان برشلونة دايما مستباح وان برشلونة كل الهجمات اللي بتحصل عليه حتى لو كانت من لعبة مفتوح هي هجمات مرتدة لاني بشوف دايما المهاجمين على طول في وش الدفاع بل ان انا كنت بقولك ان دفاع برشلونة هو دفاع سيء حتى ولو دخل فيه هجأ هدف واحد فقط لا غير بسبب اللي انا كنت بشوفه لكن لما تيجي تبص للمنظومة اللي لعبة قصاد الشي بص لتلات لعبة المتواجدين اول حاجة انت عندك لعب زي فرانكي كيسي قادر ان هو يقدي لك الادوار الدفاعية كويس جدا وقادر ان هو يقدي كمان ادوار هجومية كويسة جدا واحد تقدر تقول عليه بوكسي تو بوكسي وتقدر تقول عليه كمان فكاكله الكرار فبالتالي حتى لو الهجمة اتقطعت وهو الرجل المتقدم هو قادر ان هو يتعامل مع هذا القطع وقادر ان هو يرتد سريعا وقادر ان هو يعطل لك الهجمة بتاعة الخصف مع تواجد لاعب هولدنج قادر ان هو يستحوز على الكورة ويقف عليها ويقدر ان هو ينقلك الهجمة من تحت الفوق ويقدر ان هو كمان يصنع لك اللعب من تحت زي دي يونج وقادر ان هو يقدي ادوار دفاعية ويغطي على بعض الفراغات اللي موجودة عندك في تقدم بعض اللاعبين زي بلدي ان هو ينزل تحت ويقدر يغطي على المكان ده وقادر ان هو يصنع لك اللعب من تحت زي ما شفنا في الطرد اللي حصل بالنسبة لالشي السروب اصل لتعمل للفاندوفيسكي واللي حطه في قدام حارس المرمى وقادر الى الضغط كان جايلك من دي يونج بل ان دي يونج بيقدر يزيد في بعض الاحيان ويقدر يهدف ويسجلك الاهداف فبالتالي خط نص متكامل مع لاعب ثالث حر زي بدري بيقدر ان هو يصنع الاهداف كويس جدا ويدي لك بري اسيست قصاد بلدي جيد جدا في وسط الزحمة بتاعت اللاعبه يقدر ان هو يطلع على طول مهاجم في منطقة حط الكرة من الاخر في الجنيا معلم انا مدهالك يا اما هو بنفسه تلاقي ان هو حل تهديفي فبالتالي هو خط نص متكامل بالنسبة لي واقوى من خط النص اللي كنا بنشوفه بالنسبة لفريق برشلونة قبل كده خط النص اللي كنت بقولك قبل كده ان هو حتى الدفاع مع مستباح ودي نقطة تانية تحسب بقى لتشافي ان انت مع تواجد خط نص مكون من دي يونج وكيسي وبيدري قادرين ان هما يقدروا الادوار دي ده بيخلي ان انت عندك نقطة زيادة وهي الدفاع الدفاع اللي انت مش بس شايفه كعشان انت متأمن او حاسس بالامان من خط النص ان هو كويس جدا دفاعيا بل انه كويس جدا حتى هجوميه لان فريق برشلونة بيحصل عنده تقدمات بالنسبة لقلوب الدفاع تقدمات كبيرة جدا وبتلاقيهم في مناطق تسأل نفسك هو ازاي متواجدين في المناطق دي متواجدين في المناطق دي لان هما معتمدين على خط نص قادر ان هو يقدي الادوار الدفاعية وقادر ان هو يسد الفراغات وراء التقدمات دي وبنشوف ان حتى الدفاع قادر فاكتر من مرة ان هو يكون احد الحلول هجومية بالنسبة لفريق برشلونة ودي كلها نقاط ايجابية بالنسبة لفريق برشلونة لان المتقدم ده من الخلف مفيش اي رقابة عليه فبالتالي هو الجاي على طول مباشرة مواجه للمرمى بدون اي رقابة يقدر ان هو يصنع او يسدد بذات نفسه او يكون حل هجومي بذات نفسه يحرز الاهداف بالنسبة لفريق برشلونة مباراة الشي خلصت بسرعة بسرعة بالنسبة لفريق برشلونة خلصناها باقل مجهود كده بسلاسية وممكن كنا نزيد الغلة ونجيب اكتر من كده لكن احنا مش عايزين ندوس بنزين زيادة عن اللزوم زي ما قلنا فيه توقفات دولية هتحصل بعد على طول المباراة فبالتالي انت عايز لعبتك تروح للمنتخبات بتاعتها ما تكونش مرهقة بالشكل الكافي فبالتالي ابتدي اعمل تغييراتي واقدر ان انا اخد اهم حاجة التلات نقاط من المباراة باسهل شكل ممكن وبافضل طريقة ممكنة مباراة كلها ايجابيات بالنسبة لفريق برشلونة وبالنسبة لتشافي لكن المهم الاستمرار على هذا المنوال لان انا شايف التشكيل اللي نزل او الفريق اللي نزل ممكن نشوف ان هو افضل تشكيل بالنسبة لفريق برشلونة الا تغيير واحد انا ما عليش هو التغيير ده رافينيا مكان دمبيلي لان انا شايف رافينيا افضل واكتر حلا هجوميا بالنسبة لبرشلونة اكتر من دمبيلي اشتركوا في القناة